مبارح نتكلمنا ان زيزو في حالة رحيله فان هذه الزمالك بيتحرك في بعض الاتجاهات ابرزها بين شرقي مصطفى فتحي وربما رمضان صبحي وهناك بعض الاسماء الاخرى المرشحة على مستوى اللعيبة اللي عندها كواليتي عالي جدا بخلاف لو تفتكروا حضراتكم مبارح قلتلكم الزمالك قضية تاجه لجمال الشماخ الظهير الايصر لحسنية اغادير اللي الاهلي كان بيخلص معاه بعد ازمة زيزو والفعل الصحف المغربية والمواقع المغربية النهاردة قالت الخبر احنا قلنا مبارح النهاردة الصحف المغربية قالته لكن في كل احوال دي كانت تحركات بالنسبة لانها لزمالك في حالة رحيل زيزو لانه هيكون فيه انفراجة تحل القيد تسدد بعض المستحقات فكل هذه الامور كانت حتحل بشكله وباخر فالناس هتسألك تقولك اوه ده الخبر بتاع جمال الشماخ اللي احنا قلنا مبارح النهاردة المواقع التونسية اذا ما حاركم شايفين ده مواقع ايه جماعة المنتخب المغربي تمام نادي مصر جديد يدخل على خط جمال الشماخ وهنا في المتن بتاع الخبر هتلاقي اسم نادي الزمالك طبعا اسم نادي الزمالك اسم كبير وبالمناسبة اللاعب ده اضافة لأي نادي ينضم اليه لعيب جمد جدا 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 باكليفت محترم ففي اهتمامات نادي زمالك بالمناسبة برضو الشيء بالشيء يسكر تواصلنا مع وكيل جمال الشماخ سألناه بشكل مباشر هل فيه مفوضات حالية بين الزمالك وبين اللاعب او نادي حسنية اغادير قال بالفعل حصل تواصل بس تواصل حتى هذه اللحظة تواصل شافهي فقط لا غير مش ما وصلش المراحل الرسمية فهذا طبيعي بيقى فيه استطلاع للرأي فيه استطلاع للرغبة طب الطلبات القصة تمشي زي كل هذه الامور يعني ده بخلافه اصلا ان نادي حسنية اغادير كان متمسك باللعب وده يمكن اللي عطل الصفقة بتاعة الاهلي او مش ده السبب الرئيس اللي عطل صفقة الاهلي ان رجع يعطيته الله في الصورة في حسم الاهلي الصفقة لكن بالعودة لان برضو حرجع للسؤال اللي جمهور الزمالك بيسأله طب كده بن شارئ حيخرج برا الصورة لا كده الستراتيجية هتتغير في موضوع بن شارئي هتفضل الرغبة موجودة عن الناس زمالك لتعاكم مع بن شارئي حتى لو زيزه ممشيش بس التغيير اللي هيحصل ايه ان الزمالك بدل ما كان حيدفع مليون وثلتمائة الف دولار غير الدرائب لبن شارئي يعني التوتل تقريبا حوالي مليون وسبعمائة الف دولار زي ما قلنا لحضراتكم دلوقتي الزمالك مش هيتكلم غير في مليون دولار لان الزمالك لا يزال متمسك باستعادة اشرف بن شارئي اللي احنا اكدنا على حضراتكم من برح ان الاهلي خارج الصورة تماما وده شغل وكلة وربما كنوع من انواع الضغط على نادي الزمالك اقحام اسم النادي الاهلي فيا نادي الزمالك خلوا بالكم الاهلي مش في الصورة تماما تماما تبقى للمعلومة اللي عندنا فاتحركوا في التفاوض مع بن شارئي براحتكم ما يبضغطش عليكم من وكلة بن شارئي متاح لنادي الزمالك ويرغب في العودة لنادي الزمالك بكل قوة فالزمالك هيتكلم دلوقتي مع بن شارئي لو ممشيش زيزو هو خلاص ده الاقرب بقى في اللحظة اللي احنا فيها دي تبقى للمتغيرات فحيكون الموضوع في حتة المليون دولار اكتر حاجة يقدر يدفع حنادي الزمالك في عقد اشرف بن شارئي هتقول لي تماما هتبقى ازمة القيد هقول لك المحاولات قائمة لحل هذه الازمة من قبل المجلس رغم ان فيه رغبة حرجع واكد في كل مناسبة ان فيه رغبة عند 3 اربع اعضاء تحديدا في مجلس دولار اتنين الزمالك لارجاء حل ازمة القيد لشهر يناير بس برضو بحط حضرتك في الصورة اول باول كده موضوع بن شارئي خلاص كده انا حكيت لك قصة زيزو بالضبط وقصة ايضا بن شارئي طيب الحلول بتاعة الازمات الخاصة ببعض اللعابين الراحلين الراجل ابراهيم انضاي هنفضل في المسلسل ده كل يوم لان برضو دي اسئلة مهمة او اخبار غاية في الاهمية نازم اكا العرض على برايمان داين هو ياخد جزء 50 الف دولار طب 100 الف دولار وبعدين الباقي نبقى ان الراجل قالك لا انا عايز التممية او تممية وخمسين الف دولار وبعده بيقولك 750 الف دولار يعني الرنج ده انا عايز فلوسي كاملة انا عايز فلوسي كاملة فبعد ما اللعب بعد شكوى في الاتحاد المصري عشان تتحول الاتحاد الدولي وفور علمي نادي الزمالك فنادي الزمالك تواصل مع وكيل ابراهيم انضاي او المحامي بتاعه ايا كان قال له ايه قال اه وكيل ابراهيم انضاي قال له ايه قال له احنا دلوقتي هنديك 200 الف دولار يا سيدي والباقي نجا دولهم ساعدنا في ان احنا نخلص القص اللي عرفنا ان وكيل ابراهيم انضاي واللعب نفسه متمسكين ان هم ياخدوا كل مستحقاتهم او يكملوا في الشكوى بتاعتهم اللي هم قدموها بالفعل تمام فده بخصوص ايضا موقف ابراهيم انضاي الحاجة الاخرى اللي بتتعلق بنادي الزمالك وهي ليه علاقة بموضوع زياد كمال اللي بنتكلم فيه بقالنا 3 ايام نقولنا لحضراتكم انه في رغبة عن دينادي الزمالك الكلام ده اول اسبوع النهاردة يوم تقالى يوم السابق قلنا الكلام ده لحضراتكم ان الرغبة كبيرة جدا عن دينادي الزمالك اللي قطع اعارت زياد كمال اللي هو اعارته اصلا سنتين فهو بقى له 6 شهور في نادي الزمالك فالزمالك عايز يقطع الاعار وما فيش باند في العقد طبقا للتأكيدات الخارجة من نادي امبي ياريت تجيبولي الاستاذ ايمان الشريع يا جماعة تأكيدات الخارجة من هناك ان ايه ان اصلا ما فيش باند في العقد يسمح نادي الزمالك بانه يفسخ السنتين اعارة يعني انه هو بعد 6 شهور يرجع ما فيش كلام ده بس اللي مزعل قوي مسؤولي نادي الزمالك قوي هم واخدين موقف من استاذ ايمان الشريع زعيين منه جدا ليه لهم ان شايفين انه هو صرب البنود الخاصة بالتعاقد وللامانة البنود غريبة جدا جدا يعني 85% مش عارف نسبة اعادة بيع اللاعب خلال تواجده مع نادي الزمالك 35% من الفلوس اللي هتيجي لنادي الزمالك تروح لامبي والباقي ياخده الزمالك بعد اول سنة بعد تاني سنة مش عارف تقل النسبة 75% والباقي ياخده الزمالك 75% الامبي والباقي ياخده الزمالك النسب يعني في الرينج ده انا مش فاكر بالزبط النسب يعني فكل الامور دي بصراحة انقابل ان اصلا الاعرة كاملة 30 مليون سنتين تبقى اللي احنا عارفينه برضو اتدفع منهم 5 مليون بس والزمالك كمان حيدفع 100 الف دولار لامبي بعد ما زياد كمال بدقائق معدودة قليلة جدا فاز معانية الزمالك بيكون فيدرالية ايه اللي كسبه نادي الزمالك من صفقة زياد كمان كامل احترامي وتقديري للعب لعب مميز اتمناله يا رب كل التوفيق لكن ما اضفش الاضافة المتوقعة ابدا تبقى للعقد الغريب ده لنادي الزمالك فهو ازاي العقد ده تعمل والناس مستائة من الاستاذ ايمان الشريع لا هو مفروض يكون فيه استياق اصلا من صغة العقد من بنود العقد اللي انت وفقت عليها كانت زمالك المعلومة اللي عندي اللي عمل العقد ده او اللي وقع العقد ده او اللي كان بيخلص الصفقة دي مع نادي امبي ومع الاستاذ ايمان الشريعي هو الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بنفسه بنفسه من ساعتها عارفه عارف الكلام ده وناس كتير عارفة الموضوع ده ببنازم انا مستغرب الكابتن حسين لبيب شاطر في موضوع العقود والمفاوضات وكل هذه الامور انا مستغرب اسباب الموافقة على عقد بالشكل ده لنادي الزمالك فانت انت خسرت انت بتخسر نفسك بنفسك فلوس ايه اللي اضافه زياد كمال لنادي الزمالك الرغبة دقتي يوم الراجل اصلا شايف ان زياد كمال لعيب كويس بس لو في مشكلة يمشي ما عنديش مشكلة مش هتأثر معاي ده اللي هو جمس لو كمل يعني فالصفقة غريبة جدا 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 فخلينا ننتظر ونشوف الامور هتخلص على ايه في موضوع زياد كمال تحديدا يعني طيب ده بخصوص نادي الزمال